عمر بالرجالة اللي هي بتجري وراء الولاد ويودي لدكاترة وده مش موجود قوي يعني في الحالات كلها لكن في رجالة كويسة قوي بتودي لدكاترة وتلاقيه متابع ابنه ويروح للمدرسة وهو اللي اجتماعات يروح أولياء الأمور والحفلات تلاقيه أول واحد واقف ودام ابنه في الحفلة أو بنته راجل مسؤول لكن أحياناً ومشاكل بتجيلي من الرجالة إن الست بقى إيه تفضل تدوس تدوس على الراجل ده وخصوصاً بقى يو خصوصاً وحط تحت خصوصاً ديها الشرين خط أحمر لما تلاقي الراجل مرتبط بعياله فتيجي كل شيء تبتزه بالعيال يو عارفة إنه مش هيتطلقها عشان خاطر العيال عارفة إنه مش هيهن عشان خاطر العيال الست اللي بتستخدم الحيلة الدفاعية دي بتعاني من الغباء العاطفي ده بجد وضع فهي دي اللي كسبانة لا أنا بشوف إن الست دي كسبانة يا عمر هي مش كسبانة هي ضمن حاجة والحب مفوش ضمانات والله يا أمان الحب مفوش ضمانات انت مهما كنت مسنودة وشايفة إن الشخص اللي معاك ده بيشيل وبيحط وبيراعي وبيودي بيجيب وبيقدم كل حاجة لها لمت عارفة ليه؟ عشان في القلب مالوش وقت ومالوش سلطان في لحظة اللي بيقدم لك الكتير أو ده ممكن واحدة تانية تططب عليه ممكن واحدة تانية تاخد بالها منه ممكن واحدة تديله تقديره تحس ممكن واحدة تشوفه وهو في المدرسة بيجري وراء الولاد أو عند الدكاترة أو الكرصات أو في النوادي تتلاقيه هو اللي مشغول فتتمنى أن الجزهة كان يبقى كده فتبدأ تتلاعب عليه وممكن تفهم طبيعة الحياة لأن أكتر حد بيفهم الحد اللي زيه هما الستات الستات بيفهموا إيه النواقص في الست دي هما عارفين الست اللي في البيت مقصرة في إيه الست اللي قاعدة وضمنة وجزهة بيشيل وبيحط الستات كلها بتعرف تعمل كل حاجة ومع ذلك بتيجي قدام الراجل أن اللي هي ممكن تعمله لما تلاقي الراجل اللي قدامها بيعرف يشيل بيعرف يقدم بيعرف يعمل فتفضل شغالة شغالة على الراجل لحد ما تستهلك وقته وعمره وتضحيات كتير يجي لتلاقي أن فيه رجالة كتير بتوصل لسن الأربعين أو الخمسة واربعين وتلاقي عنده أزمة حقيقة ويقولك أصل دي مراهقة متأخرة أصلا أنا جوزي خني ونقوق بعد عشرين سنة جواز